السلام عليكم ورحمة الله هل هناك علاج سحري لمشاكل النفس؟ الحقيقة اليوم سنتأمل أسرار التسبيح وما يفعله بحياتك طبعاً لن تتخيل النتائج المذهلة التي ستحصل عليها بإذن الله إذا حافظت على التسبيح انظر أخي الحبيب كلمة عظيمة جداً 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 هي سبحان الله وبحمده أول شيء من ثقل هذه الكلمة وعظمتها لأن فيها كل معاني التقدير والتنزيح والتقديس لله سبحانه وتعالى من عظمتها أنك إذا قلتها مئة مرة تغفر ذنوبك كاملة وإن كانت مثل زبد البحر النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مئة مرة في اليوم حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر زبد البحر هل يمكن قياسه؟ كمية هائلة جداً يعني تخيل أن إنسان أغواه الشيطان فارتكب الفواحش زنى أصبح شاذ جنسياً سرق حتى إنه ألحد انظر كم الزنوب عظيمة ولكنه تاب إلى الله وسبح الله مئة مرة محيت هذه الزنوب تماماً وإن كان حجمها كزبد البحر تصور قوة التسبيح في القرآن الكريم أخي الحبيب التسبيح لعلاج الضيق نحن اليوم في هذا العصر حتى الغني والفقير والقوي والضعيف نشعر بالضيق بسبب الضغوط بسبب مشاكل العصر هنا الله عز وجل يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم ويعطينا علاجاً لهذا الضيق وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ما هو العلاج؟ انظر كم هو بسيط فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذن وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ماذا أمرنا النبي أن نقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى تنزه ربي الأعلى عن النقص تنزه هذا الإله وتعالى عن الضعف هذا الإله يستطيع أن يحل مشكلتي قادر أن يرزقني ويفرج همي ويذهب عني الحزن والضيق فأنا أسبحه سبحان الله أي أن الله تعالى عن كل أنواع النقص هناك سور في القرآن بدأت بالتسبيح سورة الإسراء المعجزة التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري به من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة لم يكن هناك وسائل نقل ولا مواصلات ولا طائرات أسر الله به ثم عارج به إلى السماء كيف عبر القرآن عن هذه الحادثة المعجزة استخدم كلمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فأنت عندما تستغرب من أي شيء يضيق صدرك تحتاج للرزق سبح الله طيب ما علاقة التسبيح بالرزق سأقول لك أخي الحبيب سيدنا يونس عليه السلام هذا النبي الكريم الذي خالف أمر الله وتركت دعوة إلى الله وذهب فألقي في البحر فابتلعه الحوت في هذا الموقف ما هي القوى التي تنقذ إنسانا من بطن الحوت في ظلمات البحر يعني اليوم لو جئنا بغواصات العالم وهناك إنسان ابتلعه حوت هل يمكن إخراجه حيا حتى لو جاءوا بالحوت سيخرج ميتا ولكن الله تعالى يقول فلولا أن كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون الدعاء هنا أنا أنصح كل أخ كريم أن يدعو به كل يوم حتى في حالة الرخاء لا تنتظر حتى تضيق بك الأمور أخي الحبيب لا تنتظر حتى تأتي الشدائد أنت الآن في حالة الرخاء كرر هذا الدعاء الذي دعا به سيدنا يونس في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انظر كلمة واحدة سبحانك يعني يا رب أنت تعاليت وتنزهت عن أي نقص أو أي عيب أو أي ضعف وأنت أكبر وأعلى من أن تعجز عن إنقاذي فهنا أنا يمكن أن أسميه قوة التسبيح قوة السحرية تجدها في داخلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يسبح الله على الأقل مئة مرة على الأقل بعد كل صلاة كان يحرص أن يسبح الله ثلاثة وثلاثة مرة طبعا ويحمد الله ويكبر ولكن يبدأ بماذا سبحان الله ثلاثة وثلاثة مرة بعد كل صلاة خمس أوقات خمسة أوقات حرص النبي على التسبيح له أسرار أخي الحبيب ليس عبثا التسبيح يريح القلب يفرج الهم اليوم كثير من الناس يعاني من مشكلة مادية مشكلة الرزق هذا نوع من أنواع الضيق التسبيح يذهب هذا الضيق لأنه أذهب الضيق والغم عن النبي يونس الذي هو أعظم بكثير من همك الآن على رغم من ذلك أنقذه الله لذلك هذه القصة كيف وردت في سورة الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نختبره فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فالغم الذي أنت فيه الآن مهما كان كبيرا لن يصل إلى غم الغم الذي كان فيه يونس عليه السلام في بطن الحود في ظلمات البحر يعني غرق وموت مؤكد التسبيح أنقذه من هذا المصير وأرسله الله إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فهنا أخي الحبيب عندما تتأمل آيات القرآن تجد أن كثير من الآيات تتحدث عن أهمية التسبيح وبخاصة في الصباح والمساء فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى إذن التسبيح هو وسيلة للرضى ما هو الرضى؟ هو إحساس داخل أخي الحبيب صدقني حتى لو المال موجود والنساء والشهوات والمتعة والسلطة كل شيء بتوفر ولكن هذا الإنسان لا يشعر بالرضى لأن كل هذه الأشياء ليست هي الرضى الرضى إحساس داخلي عندما تشعر أن الله معك يريد لك الخير الله لا ينساك لا يتركك واحدا هذا شعور رضى اطمئنان مثل الطفل الصغير تجده يطمئن في حضن أمه يجد فيها الحنان والدفء والقوة والحفظ والحماية والرحمة والعاطفة فأنت عندما تشعر أنك بين يدي أرحم الراحمين هذا هو شعور الرضى لذلك أمر الله نبيه بالتسبيح وقال له لعلك ترضى ولكن بشرط أن تسبح قبل طلوع الشمس في الصباح الباكر وقبل غروبها قبل المغرب ومن آناء الليل يعني أوقات من الليل وأطراف النهار يعني الظهر والعصر وهذه الأوقات يعني كأن القرآن يقول لك اجعل لسانك دائما التسبيح لأنك لا تدري متى تموت فما أجمل أن يموت الإنسان وهو يسبح الله سبحانه وتعالى وينزه الله ويعظم الله سبحانه وتعالى فلذلك التسبيح أخي الحبيب له قوة سحرية في إذهاب الضيق في الرضا في الحياة المطمئنة في إذهاب الغم بأنواعه كل أنواع الغم التي تعاني منها يذهبها التسبيح ضيق الصدر كثير من الناس اليوم يشكو أنه يشعر أن صدره منقبض يشعر بنوع من الخوف نوع من الهم نوع من الحزن نوع من القلق من المستقبل يخاف على أولاده على ماله على بيته على تجارته يخاف من حرب من زلزال مدمر من مرض يفتك به مخاوف كثيرة التسبيح يذهب عنك هذا الغم ويبدلك الله بدلا منه فرحا وسرورا وسبح بحمد ربك وأقوى أنواع التسبيح ما يكون أثناء السجود لأنك كما قال النبي أقرب ما يكون العبد من ربه متى وهو ساجد فعندما تسجد لله عز وجل يجب أن تعتقد أن الله قريب جدا منك فتسبحه وبعد التسبيح تكثر من الدعاء وتطلب ما تريد إله كريم أطلب واطلب ما تشاء ولكن الإنسان الذكي هو الذي يطلب الآخرة وليس الدنيا لأن الدنيا فانية مهما أعطيت فيها ستفنى ستتركها ستذهب وحيدا للقاء الله عز وجل لذلك أيها الأحبة والله يعني كلمة سبحان الله لها مفعول السحر تريح النفس ثم إن هذه الكلمة هذه الحروف فيها شفرات فيها طاقة كامنة خفية في داخلها خلايا الجسد تفهمها تفهمها والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله القرآن ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه ذكر الله والتسبيح والتعظيم والذكر هو اسمه الذكر إننا نحن نزلنا ماذا الذكرى وإن له لحافظون فهذا التسبيح طيب هل تعلم أن الجبال تسبح الله؟ ربما تعجب ولكن هذه الحقيقة التي ذكرها القرآن إننا سخرنا الجبال معه يسبحنا والطير الطيور كانت تسبح الله مع سيدنا داود طيب هل تعلم أن كل شيء في الكون يسبح بحمد الله حتى السماوات السبع أيضا في سورة الإسراء التي تبدأ بكلمة السبحانة ورد فيها تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من مخلوقات من ملائكة إلى آخرين من نباتات وإن من شيء يعني كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا حليما على عباده حليما على معاصيهم غفورا لهم على الرغم من إلحادهم وإنكارهم وبعدهم عن خالقهم انظر هذا الإله الرحيم كم رحمته وسعت كل شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا يا أخي إذا كانت الطيور تسبح الله هذه الزقزقة تسبح لله إذا كانت الجبال تسبح الله إذا كانت كل ذرة في الكون تسبح الله أنت أيها الإنسان لا تسبح أنت أكثر مخلوق مكرم بين كل هذه المخلوقات ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر أنت الذي أعطاك الله سيطر على الأرض جعلك خليفة في الأرض تتحكم بهذه الأرض وتتحكم بكل الكائنات عليها من حيوانات ونباتات وكذا ألا يستحق هذا الإله العظيم أن تعظمه وتقدره وتقول سبحان الله انظر كم الإنسان ظلوم فعلا عندما وصف الله الإنسان بأنه ظلوم وجهول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا جاهل وظالم ظالم لنفسه طبعا وجاهل بثقل هذه الأمانة التي حملها إلا ما رحم ربي طبعا إلا نسبة قليلة وقليلة من عباده الشقور هل تعلم أن كلامك في الجنة هو تسبيح؟ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالم يعني وأنت في الجنة تجد لسان حالك يقول سبحان الله هذا ذكر أهل الجنة طيب تغفل عنه في الدنيا عود نفسك منذ الآن على كثرة التسبيح إذا موت تموت على الإيمان إذا لقيت الله تلقاه وأنت معظم له سبحان الله يعني تعالى الله تعظم الله تنزه الله عن النقص تقدس الله عز وجل وهذا الذكر هو كلامك في الجنة كلام أهل الجنة لا يوجد كلام فارغ في الجنة على فكرة ولا يوجد له ولا يوجد مناقشات تافهة ولا يوجد هو تسبيح لله عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم سبحانك اللهم وتحييتهم فيها السلام انظر معي الله عز وجل ماذا يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين القرآن يستخدم التسبيح عندما يفتر الناس على الله عندما يتهمونه بالولد الذي يظن أن الله له ولد هذا أكبر اتهام بالنقص لأنني أنا وأنت نحتاج للولد لأننا نكبر ونشيخ بحاجة لمن يعيننا ولكن الله عز وجل تنزه وتعالى عن أن يكون له ولد لذلك عندما وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عبادهم مكرمون سبحانه وتعالى عما يشركون تجد أن الله إذا أراد أن يعظم نفسه يستخدم هذه الكلمة يعني كلمة عظيمة جدا لا أدري والله لا أدري أنا كيف يغفل عنها إنسان مؤمن محب لله كلنا ندعي أننا نحب الله عز وجل ولكن أثبت لي هذه المحبة وما قدر الله حق قدره فحتى فحتى حتى الله عز وجل عندما أنزل سورة عظيمة أمر النبي بالتسبيح سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى بفعل الأمر فهنا ينبغي في كل لحظة أخي الحبيب أن تدرك أن هذا التسبيح ليس هو مجرد كلام تقوله فقط وتأخذ عليه حسنات لا التسبيح هو عبادة لله هو تعظيم هو راحة للنفس هو علاج لضيق النفس علاج للهم علاج للغم وهو شفاء وهو مصدر قوة لك لأنك أنت عندما تقول سبحان الله أي تنزه الله عن أي نقص فأنت تتمسك بإله قوي كامل منزة عظيم تستمد منه القوة وتستمد منه الفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فهنا أخي الحبيب نصيحتي لك أن لا تغفل عن التسبيح احرص على أن تسبح الله عز وجل 33 مرة بعد كل صلاة احرص أن تسبحه مئة مرة بصيغة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم احرص أن تكون هذه الكلمة دائما على لسانك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله حاول أن ترطب قلبك ولسانك بهذا الذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكثر من هذه الكلمة وسوف ترى أن حياتك تغيرت بالكامل سيهديك الله إلى أشياء لم تكن تتصورها سيكرمك بأشياء لم تكن تتخيل أن هل هذا يمكن أن يتحقق نعم هذه قوة التسبيح علاج سحري لضيق النفس ولمشاكل العصر نسألنا عز وجل أن يفرحنا بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق